اهلا بكم بيعد طريقة علاج الفتء الاربي من الامور اللي بتصير التساؤل عند الكتير من الرجال وفي فيديو النهاردة ان شاء الله هنعرف اسباب الفتء الاربي وازاي ممكن علاجه لكن في البداية عايزين نعرف ايه هو الفتء الاربي الفتء الاربي هو عبارة عن ظهور نتوء في المنطقة بين اسفل البطن واعلى الفغد نتيجة وجود مقت ضعيفة في جدار العضلات في المنطقة دي واللي بتستطيع جزء من الامعاء او دهون البطن العبور من خلاله ممكن يكون الفتء الاربي على جانب واحد من البطن او في الجانبين وهو اكتر شيوعا عند الرجال عن السيدات من انواع الفتء الاربي الفتء الاربي الغير مباشر وبيظهر النوع ده منذ الولادة نتيجة عيب خلقي بسبب ضعف في جدار البطن والنوع التاني هو الفتء الاربي المباشر وبيظهر عادة مع التقدم في السن نتيجة ضعف العضلات بشكل عام وممكن يحصل نتيجة حمل اشياء تقيلة باستمرار ممكن ان المريض لا يشكو في بداية الاصابة من اي اعراض وممكن كمان تبدأ بعض العلامات في الظهور والاعراض زي وجود جزء منتفخ او نتوء في منطقة اعلى الفخد وهو اهم اشهر اعراض الاصابة بالفتء الاربي وممكن يظهر النتوء ده بصورة مفاجأة بعد السعال او العطس او القيام بمجهود زايد او يحتاج لفترة طويلة بتتراوح بين عدة اسابيع لاشهر لحد ما يبدأ يشعر المصاب باعراض الشعور بالقلم في منطقة الفتء عند مرس التمرين او محاولة رفع اشياء تقيلة وبيشكو المصاب عادة من شعور عام بعدم الارتياح مع وجود قلم في منطقة اعلى الفخد مصحوب الاحساس بحرقة او ضغط مع ضعف الجزء ده من الفخد كما ممكن تصاب الخصيتين لدى المريض بالتورم والقلم لو كان الفتء بالقرب منهم في بعض الاسباب اللي ممكن تسبب ظهور الفتء الاربي زي السعال المزمن والعطس المستمر والحمل والامساك المزمن وضعف عضلات البطن بيعد الرجال اكبر من 40 سنة هم اكتر الفئات اللي ممكن تصاب بالفتء الاربي بنسبة اعلى بكتير من السيدات وبتزداد فرص الاصابة كمان عند المدخنين واللي خضعوا لجراحات سبقة في منطقة البطن وبين افراد العائلات اللي بتشتهر بتاريخ مرضي من الاصابة بالفتء الاربي بيتم تشخيص الاصابة بالفتء الاربي عن طريق عدة خطوات اولا بيبدأ الطبيب بالسؤال عن التاريخ المرضي لعائلة المريض بعد كده بيفحص المريض فحص كلينيكي وممكن يشعر الطبيب بوجود النتوق في حالة الاصابة وقد يطلب الطبيب من المريض ان هو يكوح او يشد عضلات جسمه بطريقة ما عشان يشوف اذا كان انتوق هيظهر ولا لا كمان ممكن الطبيب يحتاج في بعض الحالات لرؤية اشعة سينية او مقطعية على منطقة البطن لتأكيد التشخيص مريض الفتء الاربي ما يقدرش يتعافى تدقائيا لكن في اغلب الاوقات بيحتاج الى التدخل الجراحي لرأب الفتء وتصحيح وضع الامعاء وممكن في بعض الحالات ان الطبيب يعيد الجزء الخارج من الامعاء لتجويف البطن عبر التدليق الخفيف للمنطقة دي ولو ما تحسنش الوضع بيكون هنا لمفهر من الجراحة بتشمل جراحات علاج الفتء الاربي نوعين اولا الجراحة التقليدية وهيخضع فيها المريض للبنج الموضعي على منطقة البطن او يكون تحت تأسير البنج الكل وبيجري الطبيب شق في منطقة الفاخد وبيدفع بالانسجة لمكانها مرة اخرى وبعد كده بيحط شبكة خاصة لتقوية عضلات المنطقة دي وبعد كده بيغلق الجرح بوسطة الغرزة الطبية وفي الطريقة التانية اصلاح الفتء الاربي بالمنزار وبينتج عن استخدام المنزار في علاج الفتء جرح اقل حجم ومدة تعافية اسرع الامر اللي بيجعله اختيار افضل في كتير من الحالات وعلى الجانب الاخر لا يلقم الاختيار ده المرضى اللي عندهم فتء كبير او المرضى اللي بتعرضوا لجراحات سابقة في منطقة البطن وبيجري فيها الطبيب شقوق متعددة صغيرة اسفل البطن ما بيتعداش طول الواحد منهم مصبوصة وبيدخل الطبيب المنزار عبر الشقوق دي وبينقل الصورة عبر الكاميرا المثبتة بها الى شاشة بيشوفها وبيستطيع من الجراح من خلال منزار اصلاح الفتء دون الحاجة لقطع المزيد من الانسجة عادة بيحتاج المريض مسكنات الالم للتغلب على ايه شوار بعضم الراحة لحد ما يكتمل التعافي وبينصح الطبيب بالحفاظ على وزن مناسب وتجنب ممارسة اي مجهود يمسل حمل زايد على منطقة البطن ويفضل الاهتمام بتناول اطعامة الغنية بالالياف وتجنب الاصابة بالامساق قدر المستطاع عشان ما تتعرضش عضلات البطن لجهد زايد اللي ممكن يسبب عودة الفتء مرة اخرى عمليات في اصلاح الفتء الارب ما بيصاحبه عادة مضاعفات خطيرة لكن ممكن يعانى المريض من بعض الاثار زي اي تدخل الجراح اخر زي مثلا العدوى او عدم توقف النزيف او الام شديدة او اصابة عصب في منطقة البطن بالتلف او عودة الفتء الارب مرة اخرى مما يستدزم الخضوع لجراحة تانية ممكن تؤثر بعض اعراض الفتء الاربي زي انتفاخ الفخد او الالم على الحياة الجنسية للمريض وعالجانب الاخر اثبتت بعض الدرسات ان عملية علاج الفتء الاربي لها تأثير ايجابي على الوظائف الجنسية للرجل مقارنة بما قبل العملية وبيؤكد الدرسات دي على التحسن واهمية وفايدة اتخاذ خطوة علاج الفتء الاربي وعدم اهماله ولم يزبط ان زرع شبكة اصلاح فتء الفخد له تأثير سالبي على الوظيفة الجنسية بعد عملية الفتء الاربي عند الرجال ممكن تشعر ببعض الالم او الكدمات او التورم بعض الخضوع للجراحة في الخصية او في القضيب لكن سرعان ما هينتهي الامر ده وبينظر ان تتأثر الاعصاب او الاوعية الدموية بالجراحة دي وما فيش داعي للقلق من تأثر الانتصاب لكن ممكن ينصحك الطبيب في الاحيان دي بتجنب اي نشاط جنسي عقب العملية البضعة ايام بس لحد ما يتعافى جسمك ويمكنك بعدها استعادة حياتك بصورة طبيعية شكرا لحضركم